التنسيق الرسمي المرحلة الأولى أخيرا وزارة التعليم العالي أعلنت عن التنسيق المرحلة الأولى تابع معي الفيديو الآخر عشان تعرف كل تفاصيله الصغير والكبير عن التنسيق الحد الأدنى وإرشاداته وطريق التنسيق وكل حاجة في البداية الخبر نهانا أبناء الطلاب الناجحين في امتحانات السنوية العامة التي تم على ناتجتها 4-8 وبهذه المناسبة قد قرر فتح تجيل الرعبات يوم 22-8 حتى 26-8 وفق للحد الأدنى التالي يعني لمدة 22-23-24-25-26 لمدة 5 أيام بس هتكتب الرعبات المرحلة الأول طب المرحلة الأولى من كام؟ هنشوف دلوقت الشعب العمومية 400 درجة أكثر 97.6 من 10 فأكثر الشعب الهندسية 387-94 من 10 فأكثر الشعب الأدبية 327-79 من 10 طبعاً ده إجمالي الطلاب اللي هينسك في كل مرحلة اللي هي 30 ألف و 16 ألف و 102 ألف بالنسبة للمرحلة الأدبية وفي ضوء جهود المتواصلة من القيادة السياسية ركزوا في باقي الخبر عشان فيها أقبار مهمة منظومة التعليم تم إنشاء كليات جديدة يتم القبول بها خلال التنسيق بما يخدم ويحقق أهداف قطة الدولة للتنمية المستدامة 2020-2030 تعليمات هامة بخصوص نظام التنسيق الإلكتروني القبول بالجماعات والمعاهد عن طريق خدمة التنسيق المجانية وده الموقع سيتم تشغيل الخدمة المعامل للحاسبات بالجماعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة من مرحلة التنسيق مع اتخاذ كافة الاشتراطات والتدابير الاحترازية التي أقرتها من نظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية وتحقق أقصى درجات التباعد الاجتماعي بما يضمن سلامة المجتمع أعبار عادية لكن يهمنا الجاية يركزوا معايا جماعة في حاجات مهمة جاية تابع معايا فيديو للآخر عن طريق موعيد ادخال البيانات عن طريق المعامل المتاحة يتم فتح هذه المعامل من الساعة 9 حتى الساعة 3 عصر يعني من 9 إلى 3 بس طبعاً والكمامة والحاجات دي ويمكن للطالب التقدم عن طريق الحاسب الشخصي أو حاسب متصل بالشبكة الخارجي للجماعات وسيكون الموقع متاحة لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة ينتهي ادخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساء في آخر يوم للمرحلة يعني خلال الخمسة أيام متاح لك أي وقت هتخش فيه طول اليوم معا ده آخر يوم بس هيبقى لغاية الساعة سابعة مساء وهو ده يوم 26 أغسطس يعني يوم 26 أغسطس التنسيق هيكفي للساعة سابعة هتابع مع بعض دلوقتي وهنشوف تغيير الرغبات والكلات الجديدة زي ما قلت تتابع معايا الفيديو الآخر عشان التفاصيل ده مهمة جدا أماكن الحصول على خدمة التنسيق جنال الكمبيوتر الشخصي معامل الحاسبات بالجماعات المصرية والكليات التابعة مزايا خدمة التنسيق التسير على الطلب أولياء الأمور بدل من انتقال محافظة الأخرى التقديم لأمورها كما توفر عليهم عناء الزحام والطابير يعني ممكن أي واحد يجد من الكمبيوتر الشخصي بتاعه طبعا المعلومات دي يا جماعة من وزارة التعليم العالي نقلا من وزارة التعليم العالي يعني معلومات 100% صحيحة مفاش أي شكو يقوم الطالب بشجيل رغباته بنفسه يمكنه مراجعاته وطبعاته بما يقلل من الأخطاء في إدخال بيانات تتيح للطالب إمكانية تعديل الرغبات يقدر يعدد الرغبات تسهل للطالب تحديد وتجيل الرغبات بطريقة بسيطة ومريح مما يمنع حدوث أي أخطاء حيث يوجد الحاسب الطالب خلال عملية تجيل الرغبات بطريقة سهلة بيوجهه وتمكن الطالب فوري على نتائج المراحل المختلفة من الحصول على نتيجة تنسيق من موقع التنسيق على الإنترنت يعني يا جماعة الطالب هيكتب التنسيق هيساعده وكمان ممكن بعد غير مثلا خلال الأربح تيام ده غير رأيه أو خلال خمس تيام غير رأيه ممكن يعدل في البيانات طالما وقته مخلص ده كلام وزارة التعليم العال وكمان سيكون متاحا لك قائمة باسماء الكليات والمعاهدة التي تقبل من الشعب المختلفة عليك اختيار الرغبات الموقع الحد الأدنى لكبول بالكليات السنوات السابقة لتستطيع بناء تصور على الكليات المناسبة المجموعة طبعا نقش مع أسرتك الاختيارات بتاعتك طبعا أنت خلال الفترة دي أكيد نقشته ووصلت لحد ما في حدود كليتين أو ثلاثة أنت ضمنهم وعايز تغشهم ده معلومات مهمة جدا ده من وزارة التعليم العالي إذا اختارت طالب إحدى الكليات خارج النطاق الجغرافي المحدد له فإن برنامج الحسب سيخطر فورا بأن الرغبة تتعارض مع توزيع الجغرافي كنت عملت فيديو أنا هنا عن التوزيع الجغرافي هتلاقيه في الهاشتاج بتاع تنسيق الكليات في كل الحاجات اللي أنا منزله كما لا يقبل رغبات الطالب إلا بعد استفاء كل رغبات 25 رغبة عند 75 رغبة هتكتبهم لازم تنسق الرغبات وكمان لازم تنسق الرغبات على الأساس مش تكتب مثلا كلهم طب وانت مثلا مش هتكبال طب وكلهم صيدلة وانت مش هتكبال صيدلة وباقي الكليات متكتبهاش وممكن يفوتك التنسيق لازم تكون مركز في الحاجات دي بحيث ان انت طب ضامن ان 75 رغبة دولا مش هيطلع منهم الرغبات بتحتك دي نقطة مهمة وبيقولك في حالة وجود أي استفسار بشأن هذه الخدمة يمكنك الاتصال ب194-68 ده الرقم اللي عملها وزارة التعليم العالي جماعا معلومات دي مهمة ويريد تركزوا معايا ولسه كمان تركزوا معايا باقي الفيديو الآخر معلومات دي مهمة جدا فيه طلاب بيفوتها التنسيق في المرحلة بتاعتك طيب الخضوات التي يجب اتباعها أولا تأدخل على موقع التنسيق هتداخل رقم الجلوس والرقم السري هتداخل رقباتك بالترتيب القواعد بتاعتها ترتيب اختيارات يحدد الطالب سلوب الاختيارات أما بالقطاعات المسموح لها والشعب أو بالجامعات يختار الطالب الكلي أو المعهد التي يرغب التحق بها عن طريق قواعد التوزيع الجغرافي المتدرج والتي تستخدمها للحد من ظاهرة الاختراب يعني يا قواعد التوزيع الجغرافي بس ببساطة ان انت لديك قطاع جغرافي بتشتغل عليها يعني بتكتب فيها الرقبات بتاعتك الرقبات دي في البداية لازم ما تطلحش عن النطاق الجغرافي يعني انت مثلا اصيوت هتطر تكتب اصيوت في الاول اصيوت تكبلك وبعدها تكتب الجامعات التانية لكن مش معجول انت اصيوت تكبلك وتبك هتبلي اسكندرية أو عن شمس طبعا هتلاقي الرقبات نفسها مش متنتبه صح وتوزيع الجغرافي بتاعها غلط فهتلاقي التنسيق نفسه بيقولك ان في خطأ في الموضوع ده وانت لازم تعدل فانت لازم تبقى عارف القواعد دي من البداية عشان تعرف تعدلها وتزبط يمكنك ايضا هتحفظ نسخة طبعا من الرقبات بتاعتك عشان لو حصلت اي مشكلة وده مهم جدا او حتى لو تعمل في حاسب برا ولو عدلت رقباتك لازم اخر حاجة اخر تعديل لك لازم تحتفظ بي ده مهم يا جماعة مهم جدا اخر تعديل انت هتعمله تحتفظ بي عشان لو حصلت اي حاجة تقولهم لا انا عدلت بتاريخ كذا ودي التعديل النتائج ستكون متاحة على نفس الموقع الذي قام الطالب بتقديم رغبات يعني في الاخر خالص هتكون النتائج دي متاحة على نفس الموقع اللي انت كتبت فيه هتدخل طبعا وفيه نقطة مهمة هنا حابب اذكرها وانا هتكلم في موضوع التنسيق ده فيديو جريب ولو ممكن تشترك تشترك معايا في القناة عشان انا بتابع كل كبيرة وصغيرة خاصة بالتنسيق السنوي العام وتنسيق الكليات فيه نقطة مهمة ما تديش رقم السري بتاعك لحد طب ليه مستر لانه ممكن للحد ده ممكن يغيرلك فرقباتك في اخر لحظة بالرقم السري مش بالهزار والضحك والتهريج ممكن ادي زميلي الرقم السري ممكن يضيع مستكبلي خالص نكامل الخبر طرق التعارب باجع على نتائج ستكون متاحة على نفس الموقع زي ما قلنا اتبعت بطاقة الترشيح النهائية بعد انتهاء مرحلة تقليل الاختراب من الموقع تسهيل واجراءات تم تطبيقها هذا العام لصالح ابناءنا الطلاب وكمان عمل عدد من الكليات النقطة دي اللي هي تقليل الاختراب هو الموقع بسهلك تقليل الاختراب يعني بعد ما تخلص طبعا زمان كنت بتروح انت تقدم ورق في اخر الدنيا يعني مثلا انت قدمت الجنة ولا قدمت اوهاج ولا في اخر الدنيا رحت اخر الدنيا الموقع بيقول لك ان احنا ممكن نقليل لك اختراب بعد ما تكبل انت بجنة ممكن نرجعوك في المحافظة مثلا اللي انت يا عايس كمان تم انشاء واستحداث عدد من الكليات دي الوزارة اللي بتصرح وتم اصدار قرارات ببداية دراسة فيها من السنات ايه هي الكليات دي كليات جامعة العلوم التكنولوجيا بمدينة زويل ببرنامج التنسيق الالكتروني ليتم القبول بها ضمن رغبات الطلاب 75 رغبة هنشوف ايه هي رغبات دي يبقى استحدثوا عدد من الكليات الجديدة في التخصصات العلمية دي خاصة بعلم علوم دي خاصة بعلم علوم واصدروا لها قرارات سواء علم علوم او علم الرياضة وهما 75 رغبة دي وهاتب في الكليات دي اللي انا هقولها دي الوقت اللي هي ايه باجة الكليات دي اللي استحدثوها ممكن تجدم فيها السنة دي كلية الهندسة طبعا دي خاصة بهندسة وكلية العلوم كما تم ادراج كليات الجامعة المصرية اليابانية للعلوم وتكنولوجيا بمنامج التنسيق ليتم القبول بها زي ما قلت سيتم هتلاجع على موقع التنسيق هذه الكليات بدليل الطالب على موقع التنسيق الالكتروني ويأتي ذلك في خطة الدولة نشر التعليم العالي وتنوع وربط وسوق العمل المحلي والاقليم والدولي واستيعاب اعداد الطلاب المتزيدة وتلبية رغباتهم في الالتحاق ببعض الكليات بالتعليم الجامعي ما قطيب تمنيات بالتوفيق والنجاح وزارة التعليم العالي طبعا ده المنشور اللي كان في وزارة التعليم العالي يا جماعة نركز في كل كلمة تجالت لانه خمس ايام هم مستقبلك حياتك طبعا يعني ان شاء الله انت تبقى مركز وتكتب التنسيق كويس وتنظم كويس لان الامور دي مهمة وزي ما قلت ما تديش الرقب السري بتاعك لأي حد وتركز جو وانت بتكتب الرغبات بالتوفيق للجميع وتابع معايا لو مكنتش مشترك تشترك معايا في القناة لو مشترك دوس لايك او سيبت عليك وانا هرد عليك بالتوفيق للجميع